السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نرى أعضاء التنفس عند الحيوانات نبدأ بوضع انطلاق سمكة القرش في ماء البحر ثم لدينا حلزون بري سمكة القرش في ماء البحر كيف تتنفس داخل ماء البحر؟ كيف تتنفس التنفس؟ ندخل الأكسجين ولكن هذه السمكة تعيش في الماء على غيرها باقي الأسماك كيف تستطيع التنفس؟ داخل الماء ولماذا إذا خرجناها من البحر تتنفس؟ نفسه بالنسبة لحلزون بري حلزون بري قادر أنه يتنفس فقط في البر لماذا إذا خرجناها في البحر سوف يموت؟ إذن هذا هو التساؤل ما هي أعضاء التنفس؟ سوف نتعرف على أعضاء التنفس عند الحيوانات سوف نتعرف على التنفس المائي والتنفس الهوائي إذن ما هي أعضاء التنفس عند الحيوانات؟ بطبيعة الحال كجواب مقترح نقدر نقوله ربما تختلف بطبيعة الحال سوف تختلف تختلف أعضاء التنفس حسب وسط العيش ربما تختلف أعضاء التنفس حسب وسط العيش سوف نتعرف على الإنجاز لاحظوا معي أملأ الفراغات بما يلي لدينا الرئتين غلصمي تنفس رئوي الفتحة التنفسية الغلاصم قصبي رئوي تنفس جلدي إذن بالنسبة للخروف عنده رئتان إذن يدخل الهواء من الأنف يدخل من الأنف ليصل إلى الرئتين ليصل إلى الرئتين الرئتين إذن التنفس عند الخروف كتما رئوي رئوي كتما تنفس رئوي لاحظوا معي الأسماك عندهم غلاصم دخول الماء إذن عبر الغلاصم يتم أخذ الأكسجين الذي يكون مذابا في الماء والتخلص مثل يكسد الكربون إذن يدخل الماء من الفم ويعبر الغلاصم إذن يعبر الغلاصم ويعبر الغلاصم ثم يخرج من الخياشم التنفس عند السمكة يسمى غلصمي يدخل الهواء من الفتحة هذه الفتحة تسمى فتحة تنفسية إذن من الفتحة التنفسية هنا يمنى الفتحة التنفسية عند الحلازون إذن التنفس عند الحلازون رئوي رئوي تنفسه أو تتنفسه الضفضاعة باستعمال الرئة والجلد إذن جوج عندها تنفس جلدي وعندها تنفس رئوي إذن للضفضاعة عند جوج الأنواع تنفس رئوي وتنفس جلدي إذن نرى الخلاصة الدرس تتغير تتغير أعضاء التنفس عند الحيوانات حسب أوساط العيش حسب أوساط العيش يعني لحسب المكان اللي كتعيش فيه ويعيش في هذا الحيوان حسب أوساط العيش ويمكن التمييز بين تنفس رئوي بين تنفس رئوي كان لدينا تنفس رئوي وتنفس وتنفس غلصامي وتنفس جلدي وتنفس جلدي وتنفس جلدي إذن هذه هي الأنواع التنفس الآن نمر إلى أنصطة أثبت إذن أملأ الفراغ بما يناسب إذن تنفس غلصامي أو تنفس رئوي بالنسبة للطيور الطيور عندهم تنفس تنفس رئوي بطبيعة الحال إذن هنا نكتبه رئوي تنفس رئوي يعني اتمادا على الرئتين بالنسبة للأسماك الأسماك عندهم تنفس غلصامي تنفس غلصامي تنفس غلصامي بالنسبة للبقرة تنفس رئوي إذن نكتبه رئوي إذن لدينا المعجم تنفس غلصامي تنفس غلصامي برانشي خيشم أوباركول رئة بومن تلقى إن شاء الله في الحصة الجاية كنوا في الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر